أخ يقول عندما نسجد سجدة القرآن الكريم ماذا نقول وهل يكون بعدها سلام وهل نكبر تكبير واحدة ام تكبيرتين عندما ننزل إلى السجود بالنسبة لسجدة تلاوة القرآن الكريم أولا المستحب أن تكبر تكبيرتين يصير تكبيرا واحدة تقعد وتنزل تقول الله أكبر ويصير تكبيرتين وهذا الأفضل انت قاعد تقول الله أكبر انت قاعد بدون حركة الله أكبر الله أكبر كأن بالأولى تكبيرة إحرام شون تبلش بصلاتك تقول الله أكبر يلا تقرأ فتقعد وصير انت واقف على فكرة تقول الله أكبر وتنزل الله أكبر مثل تكبيرت السجود يصير ويجوز أيضا انت جالس شوف شون وضعك اللي يكون تبيه بالقرآن انت جالس تجلس كجلس الصلاة تقول الله أكبر الله أكبر تسجد وسجود التلاوة واحد وليس سجدتين سجود التلاوة سجدة واحدة ماذا تقول فيها إذا استطعت أن تحفظ دعاء سجود التلاوة فلا شك أن هذا أفضل إذا لم تحفظه قل سبحانه رب العلا كسجود الصلاة طيب ما هو سجود يعني ما هو دعاء سجود التلاوة أن تقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين وأن تقول بعدها اللهم تقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام لثبت أن سيدنا داود خرراك عنواناب بما لا سجد فإن لم تحفظ هذا الدعاء يعني الأفضل أن تحفظه وأجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى لكن لو لم تحفظه وقلت سبحان رب العلا يكفي هل تسلم؟ نعم يستحب لك أن تسلم إذا جلست فسلم تسليمتين وإذا لم تسلم لا مشكلة لكن دون قراءة تشهد ماكو تحيات ماكو دعا تحيات تقوم من السجود وتسلم مباشرة وإذا لم تسلم لا مشكلة سجودك صحيح السلام فيه سنة وليس فرضا ترجمة نانسي قنقر